اشتركوا في القناة في النهاية حقه اللي هو عاوزه ساب الاستحواز زي ما قلنا لسانتوس وعرف يمسك اماكن الخطورة او المصادر الخطورة في المنتخد بورتغال طبعا رأسهم يمكن ربما الاوحد كريسانو رونالدو وهو حجم فريق البرتغال كل الاحسيات اللي يمكن حرك زكرتها قبل الفصل اللي هي كانت تصب طبعا في صالح المنتخد بورتغال بتعتبر لا قيمة لها حتى وان كانت تفوق طفيف شوية للبرتغال لكن في النهاية عرف من ايه تقل الكتف وحقك فوز بالنسبة له وصعد به للدور الربع النهائي فاكيد طبعا مارتينيز هو الافضل انا اتطفق معك تاكتيكيا اعتقد يعني مارتينيز تفوق بشكل كبير جدا يمكن سانتوس كان عنده مشكلة شوية انه كان مركز شوية على السلاسي الامامي يبنيركز على دي بروين على لوكاكو على هازارت ويمكن فتح الاجناب شوية وشوفنا من خلال المباراة ديه كانت الخطورة من الاجناب خاصة من ناحة الشمال الهازارت وصغير وقديه الاحراز